محيط حقل الشاعر النفطي وفي حما وريفها استهدف سلاح الجو السوري مواقع المسلحين في قرية المشيرفي وجبل البلعاس كما استهدفت مدفعية الجيش السوري تجمعات المسلحين في مدينة اللطامنة وقرية بريغيث في ريف حما بالإضافة إلى استهداف سلاح الجو السوري مواقع المسلحين في ناحية سلمة في ريف اللاذقية أما في الحسكة فتسجل اجتباكات بين الوحدات الكردية ومسلحي داعش على طريق حسكة التل تمر وفي رأس العين في ريف الحسكة تنظيم داعش حجز في مدينة الرقة منازل عديدة تعود ملكيتها لأفراد من الأكراد بتهمة أن هؤلاء ينتمون إلى الأحزاب الكردية أما في ريف دمشق وتحديدا في الغوطة الشرقية فتدور اشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة غرب مزارعة الكردي وقصفت مدفعية الجيش السوري مواقع المسلحين في مدينة الزبداني كما انفجرت عبوة ناسفة في سوق بلدة مضايا في ريف دمشق مستهدفة أحد عناصر حركة أحرار الشام وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في درعة وريفها دارت اشتباكات بين الجيش السوري والمجموعة المسلحة في حي المنشية في المدينة الاشتباكات أدت إلى مقتل عشرات المسلحين من بينهم القائد في الجيش الحر يمان محمود الفروان أما في حلب وريفها فقد استهدف سلاح الجو السوري مواقع المسلحين في حي باب الحديد في حلب